صدر بيان ختامي مشترك لزيارة السموي وللعهد الجمهورية الفرنسية تناول العلاقات التاريخية والاستراتيجية والأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تطوير التعاون بين البلدين البيان أكد على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والاقتصاد والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والالتزام بمبادئ اتفاقية باريس والاتفاقيات المناخية كما أكد البيان على أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية والإمدادات الغذائية من القمح والحبوب وعدم انقطاعها وعلى ضرورة التقييم المستمر للتهديدات المشتركة لمصالح البلدين ومنطقة الشرق الأوسط وتعزيز التعاون في المجالات الدفاعية كما شدد البيان الختامي على أهمية حل نزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية والسلمية والالتزام بميثاق الأمم المتحدة حيث أشادت فرنسا بجهود المملكة ودعمها للهدنة في اليمن في حين أعربت المملكة عن تقديرها لدعم فرنسا للجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكد البيان تطابق وجهات النظر حول ضرورة تكتيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وفقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية المملكة وفرنسا أكدتا على دعمهما لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة وضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة في سوريا يحافظ على وحدة أراضيه وسلامة شعبه كما تناولت المباحثات الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وضمان سلبية برنامجه النووي وتعاونه الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وفي ختام المباحثات أعرب سمو وللعهد لفخامة الرئيس إيمانويل مكرون عن تقدير المملكة لتأييد فرنسا لترشيح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030